السلام أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم جميعا بفيديو جديد اليوم رح نتابع سوى حل نموزج امتحان جوتا باينس بالفيديو الماضي أخذنا قسم هورن القسم السماعي بشكل كامل واليوم في عنا لازن رح نتعرف اليوم على قسم لازن نحل نموزج الامتحان مع بعض وعطيكم معلومات مهمة كيف تحلوا لازن بالامتحان وكيف تطوروا حالكم بقسم لازن أو بليزة فشتين باستيعاب القراءة فشو ما كان نوع امتحانكم بتمنى التعبوا معي الفيديو الاخير لتستفيدوا لانه اللازن هو واحد ودراسته او طرق دراسته هي نفسه بتمنى منكم بالبداية تدعمونا بزر اللايك وتشتركوا بالقناة زلستا مو مشتركين لتشوفوا كل الدروس جديدة وخلينا نبلش اوكي اصدقائي رح نبدأ مع لازن تايل 1 ليس دين تكست وندي اوفقابا 1 بي 6 داتسو فيلل زين دي أوزاجن غيشتش ودى فالش اذا في عنا اول شي نص وفي عنا ست اسئلة تحته لازم نختار هالصح او خطأ وهذا هو النص يلي عنا طبعا النص يعني متوسط طويل شوي هو عبارة عن رسالة من ماغة كاتبة لروبات اول خطوة رح اقرأ النص وترجمه بحيس انه نفهمه ومن خلال الترجمة رح تتعلموا كتير كلمات وتعابير وجمل مهمة وبتمنى تكتبوها عندكم يعني اي معلومة بتشوفوها او اي معلومة بركز عليها اكتر بتمنى تكتبوها عندكم لانه بتفيد بأي نص كان او اي امتحان كان وانتو بتستفيدوا بهاي الحالة بترجعوا معلوماتكن بتتعلموا قواعد ومصطلحات وكلمات جديدة وبتتعرفوا على طريقة حل لازن بالامتحان خلينا نبدأ مع النص هلو رو بارت دي انمالدungen في دي سبورتكامبز ان دن سومر فرين زند ويدا ام انترنت دي انمالدungen التسجيل لدي سبورتكامبز لمخيمات الرياضية في عطلة الصيف زند ويدا ام انترنت تكون مرة اخرى موجودة في الانترنت لقد قلت لي انك تريد ان تفعل هذا الشيء انك تروح لشبورتكام مخيم رياضة لقد كنت بالفعل مرتان هناك ولقد وجدته دائمان طول رائع سوالي انترنت انترنت الغدان وثلان ام انترنت او اسالن غيجيونن داش شفايتس داباي اذا هاد الشيء مسلي في مرح كتير وفي ناس كتير من فئة الشباب من جميع انحاء شفايتس سويسرا اوكي اصدقائي خلينا كل شوي نعطيكم معلومة عن لازن كيف تطوروا حالكم بلازن كيف تتحسنوا بقسم لازن لازم تتعودوا على قراءة النصوص لازم تتعودوا على قراءة النصوص الصغيرة مثلا مثل هيك نص تماما بيكون موجود بكتابكن اللي عم تدرسوا منه او بيكون في قصص اطفال كمان هاي كتير مفيدة واللغة سهلة خاصة للمبتدئين بالقراءة لما بيكون النص متل هيك بتحاولوا تقرؤوا هيك جملة جملة تفهموا المعنى وتشوفوا كلمات او جمل او اي شي بتحسوا انه هاد الشيء جديد عليكم ومفيد ممكن تستخدموه بتكتبوه على دفتر خارجي سواء كان كلمة او جملة يعني مصطلح وهدول الكلمات اللي بتستخرجوهن يفضل تراجعوهن كل كم يوم يعني دائما في مراجعة فاول نصيحة ابدأوا بقراءة نصوص سهلة وبسيطة وصغيرة خلينا نكمل السنة الماضية قررتو ذهاب فاندارن يعني تمشايا بالجبال جبال القلب الفعل هو سيش انشايدن فور اتواس هون في عنا اش هاب مش انشيدي قررتو بالماضي دا وارن فيا اين ووخه لانج اين انا طولن برگهوتة اف دام فوركباس فوركباس عندها كنن حوالي مدد اسبوع في برگهوتة يعني كوخ جبالي كوخ في جبال اف دام فوركباس هوني اسم مكان المنزل كان كبير جدا لدرجة اننا كنا جميعا او كان لدينا جميعا مكان هون في مصطلح هو سو داس سو كبير جدا كان المنزل كبير جدا لدرجة اننا لدرجة اننا لدينا مكان اوخ دي شلافريمة ان دينان فيا zuفيرت شليفن وارن سو ريشتش جميطلش وايضا غرف النوم التي نمنا فيا zuفيرت يعني اذا بتسمعوا zuزفايت zuضرط zuفيرت يعني اثنان او سلاسة او اربعة يعني كنا اربع اشخاص شليفن شليفن هو بتيرتم من الفعل شلافن وبيستخدم بتيرتم بهاي الحالة لما نحنا عم نحكي عن قصة صارت معنا وخلاص انتهت فبتشوفوا بهيك حالة افعال بصيغة بتيرتم فيعنا هون شلاف غيمة شلاف غيمة شو هاي دانن شو هاي دانن هم في عنا غيلاتيف ساتس بتسوكسورت هي شلاف غيمة غرف النوم التي نمنا فيها بشكل يعني بشكل يعني كل اربعة سوا دانن هو غيلاتيف بخنوم بحالة شلاف غيمة شلاف غيمة جمع ان دانن التي نمنا بهم اش فاند داس فاللوستيگا ألس 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 لقد وجدت هذا في مرح أكثر من أن أكون وحيدا اش فاند كمان من فعل فاند بريتيرتم دي آندرن يوجندلشن وعن آلس سوپا فروندلش الشباب الآخرين كانوا أيضا فروندلش ودودين ورولت ورولت من يوريد أيضا كونت يدين تاج ميت اينا سبورتلير اينا اف اينا جفورت واندرطور جهن الى واندرطور الى جولت واندرون المشي ميت اينا سبورتلير اينا مع المعلمة الرياضة لقد قمتوا بعمل هذا النشاط على الرغم من انه كان انشتغن كان متعب او مجهد اذا ابوول على الرغم من انه وهي جملة نابنزات واندرطور واندرطور نابنزات بعد اونا واندرطور ازمان دان سو ریشتشفت بعد اسبوع يكون الشخص سو ریشتشفت يعني رشيق مباشرة موجودة مرة تانية اوكي اصدقائي بتمنى تكونوا فهمتوا هاد النص او هاد التايل من النص وعم تكتبوا هيك الجمل بتشوفوها مهمة سواء لكتابة الرسائل او للحفظ او للكلام وانا متأكد اذا بتحاولوا تفهموا هادول الجمل او المعنى النص بشكل عام وبتنزلوا على الاسئلة مباشرة رح تحلوها حتى بدون ما ترجعوا للنص مرة تانية طب كيف ممكن نفهم النصوص النصيحة التانية لازم تحفظوا كلمات وبشكل طبيعي بدون كلمات ما رح تعرفوا لا تفهموا ولا ترجموا فلازم يكون عندكم تيقلشة او فقابة كل يوم واجب يومي انه تحفظوا كلمات كل يوم اثناء الدراسة اي كلمات جديدة عم تمر معكم بالكتاب طبعا اكيد ما تحفظوا كلمات من جريدة او ما تحفظوا كلمات من كلام الجيران او شي عم نحكي بالنسبة للنجاح بالامتحان افضل كلمات ممكن تحفظوها افضل نصوص ممكن تتدربوا عليها هي النصوص الموجودة بكتابكن اي كلمات غريبة ومهمة لازم تحفظوها لحد 10 كلمات باليوم بنهاية شهر واحد بس بتكون عندكم كمية رائعة جدا من الكلمات المستخدمة اللي بتفيدكن وهي الكلمات اللي عم تكتبوها على جنب لازم تتراجع كل 3 ايام 4 ايام او كل اسبوع مرة لانه اذا ما راجعتوها باستمرار وما استخدمتوها بكتابة او بالحكي ما رحت نحفظ معكم ابدا فحفظوا الكلمات اوكي بس حفظ تفاعلي يعني حفظ مع استخدام خلينا نكمل النص يجب ان اقول هناك عرض اخر يكون مناسب لك او يكون لك بحيث يمكن للشخص ان يسبح يلعب وصبال وزيجل ويبحر هذا الامر ليس مناسب لي او لا اجده رائع لأنني لدي خوف من الماء اذا جملة كمان حلوة ممكن تفيدكن وانه تانزكامب في لدوزان لدوزان في لدوزان في لدوزان في لدوزان في لدوزان ان يتتعاد الكم موجود في كولسنا Eine Freundin von mir hat sich dort schon angemeldet und mich gefragt, ob ich mitmachen will صديقه لي سجلت هناك و سألتني ob ich mitmachen will إذا كنت أراد أن أقوم به أيضا Ich tanze zwar gerne aber im Sommer finde ich andere Angebote wesentlich spannender Ich tanze zwar gerne Ich tanze zwar gerne Ich habe dir die einzelne Beschreibungen zu den Sommerkursen angehängt Ich habe dir die einzelnen Beschreibungen zu den Sommerkursen angehängt und den Link mit dem Anmeldeformular hast du unten Anhängen, يعني arfaktu لقد arfaktu Ich habe die einzelnen Beschreibungen zu den Sommerkursen angehängt und auch der Link für die einzelnen Beschreibungen zu den Schiffen Schau dir das alles doch mal an und sag mir bis morgen was dich interessiert Was dich interessiert Schahed كل شيء und akhbirni bis morgen يعni lachadd gadan was dich interessiert بماذا ترغب ما هو الشيء الذي يعجبك Dann werde ich uns beide zusammen anmelden عندها أريدو أن أسجل لنا نحن الإسنان Der Anmeldeschluss ist bereit nächste Woche نهايت تسجيل سوف أتكون الإسبوع المقبل Wir müssen uns also beeilen Die kurser sind ja immer schnell ausgebucht Wir müssen uns also beeilen يجب علينا أن نستعجل Also wir beeilen uns oder ich beeile mich oder beeils du dich يعni استعجل الكursات يتم حجزها بشكل سريع Ok, أصدقائي, هذا كان النص بتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة رح ننزل على الأسئلة وهي عنا الأسئلة للنص أول شي في عنا بايشبيل روبرت مرشتت zum ersten Mal am Soma Camp teilnehmen محلول طبعاً غيشتش نمع 1 مارا انفرميرت روبرت wofür sie sich dieses Jahr angemeldet hat بمعنى مارا تعلم روبرت بماذا سجلت هذه السنة رح نرجع شوية للنص طبعاً الحل الواضح يعني آخر شي انو هدول الكم جملة خبرته انو شوف انت شو بتهتم بعدين انا بسجل الي ولك هي ما عم تحكيلو انو انا سجلت بهاد الكورس او هيك فالجواب هو بكل وضوح فالش نمع 2 مرغة جوجندلية اندن فيا زوفيت شليفن زوفيت شليفن بمعنى نمنا فيا زوفيت يعني أربعة سواء فا... هادشي ريشتش نمع 3 مرغة هاتلتسسيا ام كامب اين فاندا تو جيلايتت مرغة قادة السنة الماضية جولة فاندا اذا جيلايتت لائتن يعني متل هو الشخص القائد لهاي الجروب اذا ما ركزتوا منيح بالكلمات ممكن تخربتوا هي شاركت بفاندا تو ولكن هي ما كانت المشرفة او القائدة بهاي الجروب رح نرجع شوية للنص موجود هاد الشي روبية لغا أتن هي بعمل عادن نشاط يعني شاركت بحادن نشاط وبتالي هو نفسنا فالش بتمنى تنتبهوا كتير منيح على الأخطاء والتفاصيل الصغيرة مارا فرموتت إذن مارا تعتقد أن عروض الرياضات المائية يمكن أن تعجب روبرت إذن هاد الشي غيشتش قد فالش طبعا كمان إذا فهمنا النص فينا نجاوب مباشرة بس رح نرجع للنص لحتى نشوف هون اذا ايش موس ساجن اين اندرس انجبوت wäre واس فر ديش واسرشبوت إذن هون الجواب بمعنى هي عم تخبروا انه ممكن يكون مناسب إلك هاد العرض اللي هو واسرشبوت رياضات المائية وبالتالي الجواب هاد غيشتش مارا ترغب بسيارة كورس تانز اذا تانز هون واندرس تانز كام نحن نرجع للنص اه ايش تانس زفا جرنة اما امسوما فاندش اندر انجبوت فسنتلش اسماندا اوكي هي بتحب الرقص ولكن بالصيف بتشوف انه في رياضات او عروض تانية هي اكثر متعة وبالتالي هي ما رح تزور تانز كورس فالش نومة 6 روبرت زول زيش مورغن انميلن اذا روبرت يجب عليه ان يسجل غدا كمان بكل وضوح هو جواب فالش لانه موجود بالنص اذا بنتهي التسجيل الاسبوع المقبل ولكن شو بصير مورغن؟ شاو ديا داس عالس دوخ مالان ونزاق ميا بس مورغن فس ديش انترسيت يعني لبكرة اخبرني ماذا يعجبك او ماذا ترغب مو بمعنى انه لازم نسجل بكرة وبالتالي الجواب واضح فالش اوكي اصدقائيا هيك خلصنا تايل 1 راح نروح لتايل 2 منتابع مع لازم تايل 2 في عنا بهذا التايل نص وفي عنا اسئلة نصب عنوان برويكت ووخة ان در شولة اسبوع المشروع في المدرسة دي شولة دا بلا براندت شولة فريتن سيش ان ايغا برويكت ووخة فل براندت فريتن سيش اطلاب في مدرسة دو براندت فريتن سيش ان يتعلمو باسبوع المشروع الكثير من البركتشيس الامور العملية دي جزوندهيت شاند دورت ام متلپونك السحة تكون في متلپونك في المحور الشيء الرئيسي ودي شولة بشافتكتن سيش مدين فراجن والشيئ المدرسة جزونده ويفيال زكرا منشي المدرسة انتعلتن او ومان بندرسة فريش هات السبب تتعلمون بي او ينشغلون بي اسئلة والشيئ المدرسة جزونده ما هي المواد الغزائية الصحية كم من السكر موجود في المواد الغذائية وكيف نحافظ على المواد الغذائية فرش حالتن يعني يحفظ المواد الغذائية والفعل الأساسي هون هو إذن فعل كتير مهم بتمنى تكتبوه عندكم هون في عنا بصيرة بريتارتوم زي بشفتغتن زيش إيش بشفتغمش مدى عبايت أنا منشغل بالعمل طباخ يحضر معكم الوجبات الصحية الفعل هو فور بغايتن يحضر جرشته هي الوجبات التي تأكلونها سويا إذن فعلنا هون غلاتيف ذات يحضر مع المواد الغذائية يحضر مع المواد الغذائية وتم بيعها بنهاية المهرجة المدرسي أوسر دام شتاند تيجلش ميندسس فاي شتوندن شبورت بالإضافة من أجل أن يجد كل شخص رياضته المفضلة من أجل أن يجد كل شخص رياضة يحضر مع المواد الغذائية من أجل شبورت ليرا بيتا كراوس الأطباء وزانيتات المسعفين يعلمون أو يدرسون بعض الطلاب إذن فعل هو باي باي برينجن باي برينجن يعلم أو يدرس هون في عنا بالبريتارتوم باي براختن كيف لالشخص عن سعاد بإصابات الحفيفة ما بين باوخ أو كوفه وان من أجل أصبحت هذه المدرسة للمهم يؤلمون inm sediaهم سي تقوم بها هؤلاء الطلاب يوطورنا في النهاية إعلمهم كمحضرات صغيرة في الصف بلالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك هذه الطلاب من صف التاسع والعاشر كانوا ببناء جروب شو الكرانكنفلاجان die sich ab jetzt während der großen pausen um die kleinen verletzungen der schüler kümmern إذن هؤلاء الطلاب يعتنون بحالات الإصابات الخفيفة أثناء الاستراحات إذن الفعل هو sich kümmern um plus يعتني ب eine Aktion die von Schülern und Eltern begrüßt wird هذا بمسابة حدث مرحب بهم قبل الطلاب و الأهل während der Projektwoche wurden alle Aktionen von der Filmgruppe der Schule festgehalten خلال مشروع الإسبوع يتم توسيق جميع أكسيون جميع الأحداث Filmgruppe Wer Interesse hat kann das Ergebnis auf der Schule Homepage bewundern حسنا أصدقائي هات كانت تكست رحن شوفل اسئلة Nummer 7 In diesem Text geht es darum Das Schüler إذن هذا النص يدور حول أن الطلاب sich intensiv mit Ernährung und Bewegung beschäftigen أن يهتم بالتغذية والحركة intensiv بشكل مكسف أو إذن الصحة هنا هي الشيء الأساسي و بعدين الرياضة Nummer 8 Die Schüler haben erfahren wo man am besten frische Lebensmittel kauft إذن الطلاب يكتسبون خبرة من أين يمكن شراء frische Lebensmittel إذن الطلاب يبحثون عن الوصفات الصحية في كتب الطبخ أو Die Schüler haben gemeinsam gesunde Mahlzeiten gekocht الطلاب طبخ وصويتان وجبات الصحية إذن الجواب هو C و هاتشي ورات بالتحديد بالنص Ein Koch bereitete mit ihnen zusammen gesunde Gerichte vor die sie zusammen aßen إذن شيف حضار معكم mit ihnen مع الطلاب و بتالي الطلاب كمان شاركو بتحديد الواجبات الصحية Nummer 9 Wenn sich ein Schüler leicht verletzt إذن أصيب الطلاب إصاب حفيفا wird er zum أرس gebracht يتم نقله إلى الطبيب wird er von anderen schule behandelt يتم علاجه من قبل الطلاب الآخرين und kann er nach hause gehen يمكن هو أن يذهب للمنزل طبعا هذا الخيار هو لا ما كان موجود wird er zum erst gebraucht كمان ما كان موجود مثل ما فهمنا من التكست أن شكل group من الطلاب وهدول الطلاب يمكن هم معالجة leicht verletzter وبالتالي الجواب هو b ok أصدقائي بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الشرح وصار عن تكون فكرة كيف تحل لازن وأهم شي بتمنى تكونوا كتبتوا بعض المعلومات المهمة والمفيدة اللي شفتوها مرت معنا بهذا الفيديو طبعا هيك صار الفيديو طويل أخر نكمل تايل غاية تايل فيا ون تايل 5 بالفيديو الجاية بتمنى لكم نجاح جميعا شوف كون بالفيديو الجاية سلام